اشتركوا في القناة اي هجوم عسكري من قبل اسرائيل رئيس الحكومة الاسرائيلي اهود اولمرت يتطرق الى المبادرة السعودية بانها مبادرة ايجابية يجب التفكير بها كذلك الملك الاردني عبدالله البارحة تطرق الى هذه المبادرة وقال بان اسرائيل عليها ان تتقبلها وان تبدأ بمشروع سلام مع الفلسطينيين خفير سولان رئيس الاتحاد الاوروبي تطرق البارحة الى الحكومة الوحدة الفطنية الفلسطينية وقال انه سوف يتحدث وسوف يلتقي برئيس الحكومة الفلسطيني وكذلك من الممكن ان يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية ابو مازين والان الاتحاد الاوروبي يفكر ما هو موقف اتجاه هذه الحكومة قبيل عيد الفصح قررت الحكومة الاسرائيلية اغلاق المعابر جميع المعابر الموجودة بالقرب من المناطق الفلسطينية وبالقرب من المدى والقرى الفلسطينية وداب بذلك بسبب التنذرات وكذلك بسبب التأهب الاسرائيلي لجنة فينوغراد سوف تنشر اليوم نتائج التحقيق الذي أجرته مع رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولميرت ومع وزير الدفاع الإسرائيلي عامير بيرتس وقائد اركان الجيش السابق دان حلوتس والحديث في الأيام الأخيرة كان هل سوف ينشر هذه النتائج أو سوف يخبؤوها عن المواطنون والجمهور السؤال جواب على ما يبدو سوف تنشر أما بما يتعلق بأنجيرا ميركل وزيرة الخارجية الألمانية فهي تواجد في منطقة الشرق الأوسط البارحة التقت بالممثلين الإسرائيليون واليوم سوف تستمر في زيارتها في منطقة الشرق الأوسط من أجل أيضا مرحلة دبلوماسية من أجل ابتداء مشروع سلام التي ابتداته كندليسا رايس قضية الجند الإسرائيلي قلعت شليد ما زالت عالقة ولا يعرف حتى الآن نهايتها والد جند الإسرائيلي نوعم شليد تطرق البارحة إلى القضية وقال أن بالحكومة الإسرائيلية لا يعملون جديا من أجل تحرير جندي وعليهم أيضا تقبل اقتراحات الحكومة الفلسطينية جديدة سعر الدولار ينزل في الأيام الأخيرة بشكل كبير حتى الآن الأسباب غير معروفة هل هي الأسباب في العراق أو أسباب أخرى هذا يؤثر على السوق في إسرائيل وأيضا يؤثر على السوق في العالم وبالأخص في الولايات المتحدة تقرير خاص من إنفولايف تيفي حول عمليات الشباك الإسرائيلية والأمن الداخل الإسرائيلي تقرير خاص عن المأكلات والأطعمة في إسرائيل وعن المتقات المختلفة للحضرات المختلفة من إنفولايف تيفي كان معكم فراس حامد تقرير خاص من إنفولايف تيفي تقليل فراس حامد تقليل فراس حامد أعط الإسرائيل تقليل فراس حامد يسلون يجب أن تإكتبه أخبار أن تكونوا أحد من إنفولايف تيفي هل هو نمني ؟ كيف هي الأنسباب عقار تيفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة